السلام عليكم معكم أحمد ممدوح في سلسلة يوتيوبيات اللي بتساعدك يكون عندك إن شاء الله قناع على اليوتيوب بشكل احترافي بالهاتف بتاعك لو ما كنت شفت الفيديوهات اللي فاتت يا ريت ترجع تشوفها هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف وهتطلع في علامة الاي هنا في الفيديو اللي فات اتعلمنا إزاي نعرف نرفع الفيديو بشكل صحيح عن طريق تطبيق اليوتيوب في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم إزاي نعرف نرفع الفيديو عن طريق تطبيق الجوجل كروم وايه الفرقات المهمة اللي موجودة ما بين الاتنين طيب احنا نرجع تاني كده وندخل على تطبيق جوجل كروم من هنا ونروح على القناة بتاعتنا زي ما تعودنا بنكتب هنا يوتيوب تمام ونسجل دخول بالجيميل بتاعنا اللي عملناه في الكورس بتاعنا تمام انت مفروض لو مش عارف هترجع للفيديوهات الاولانية هتلاقي كل الكلام ده مشروح خطوة خطوة تمام ونقف هنا على الايكون بتاعت القناة بتاعتنا وندغط على قناتك طيب لو خدك على التطبيق بترجع هنا وتضغط على الثلاث نقط اللي هنا دول وتختار حاجة اسمها طلب موقع سطح المكتب او اصدار سطح المكتب حسب الموبايل بتاعك طيب انا هنا لو ضغطت على علامة الزائد دي كده هلاقي ان انا عندي تحميل فيديو بضغط عليها بيديني امكانية ان انا ابدأ اعمل تحميل الفيديو بتاعي ولو اخترت هنا هيفتح للستوديو بتاع المكتبة بتاعت الصور بتاعتي وابدأ اختار الفيديو بتاعي من هنا عشان الشاشة تكون اكبر وعشان الدنيا تبقى اوضح كل الاعدادات اللي جاية هتبقى هي هي بالزبط بعد ما تعمل الخطوات اللي انت هتشوفها هنا طيب نروح كده ونقف هنا على القناة بتاعتنا وندغط هنا على انشاء فيديو تحميل فيديو انت بقى تقدر من الكمبيوتر لو انت على الكمبيوتر تسحب الملف تحطه كده هيبدأ يتحمل معاك عادي او ان انت تختار الملف من المكان بتاعه لو انت على الموبايل زي ما اقولها بتختار من الستوديو بتاعك بتكون انت بنزل الملف في اماكن الصور بتاعتك وتبدأ تشتغل طيب انا هسيبه بنفس الاسم ده كده المفروض طبعا موضوع الاسم وكلام ده فيه جزء بقى كبير هيبقى خاص بموضوع السيو ان شاء الله بإذن الله هتشرح في الفيديوهات اللي جاية احنا بس بنتعلم الاساسيات البسيطة في البداية تمام اكتب انا هسيبه سبسكرايب زي ما هو المفروض نحط وصف هنا ما نحطش كلمات منفصلة محتوطة تحت بعض لان ده مخالف وغلط نكتب وصف الفيديو ده عبارة عن ايه نكتب مثلا ده علامة الاشتراك لو حبيت ان انت تحملها تقدر تشير الجرين سكرين مثلا ده محتوى الفيديو كده تمام فهنكتب مثلا علامة انت دلوقتي هنا بيقولك الصورة المصغرة في صور مصغرة هو بيقترحها من الفيديو بنفسه ولو انت مش مفاعل القناة برقم الهاتف وكنا شرحناه في فيديو فات مش هيسمح لك ان انت تحمل انت صورة مصغرة بنفسك يعني انت هنا تقدر تضغط على دي وتختار انت صورة مصغرة انت شايفها مناسبة للي انت بتعمله لو انت ما عندكش صورة مصغرة مناسبة خلاص فانت بتختار واحدة من دول تمام وبعد كده تضغط على التالي طيب هنا قيمة تشغيل تقدر تختار قيمة تشغيل من هنا لو ما عندكش تقدر تضغط على انشاء ده احد الفروق المهمة ان انت وانت بتحمل الفيديو من الجوجل كروم تقدر ان انت تنشئ قيمة تشغيل لو انت ما عندكش قيمة تشغيل وهنعرف في الفيديوهات اللي جاية قيمة تشغيل دي ممكن تفيدك بايه وليه المفروض تكون موجودة على القناة بتاعتك تمام انا ما عنديش دلوقتي قيمة تشغيل فانا مش هعمل او ممكن نضغط على انشاء ونكتب مثلا تحميلات وتخليها علانية وتضغط على انشاء في الحالة دي هو بيختارها بتختار كده وتضغط على تم تمام بعد كده بيقولك الفيديو ده مخصص للاطفال ولا لأ هتقوله لأ لو الفيديو غير مخصص للاطفال تمام بتقول لأ كده وخلاص وهنا بيقولك الفيديو ده للناس اللي تحت التمنتاشر سنة ممكن يشوفوه هتقول ممكن مفيش مشكلة نعم وريد ان تتم تحت الفيديو فقط للمشاهدين الذين يتجاوز عمرهم تمنتاشر سنة ده لو انت عايز الفيديو ده فوق التمنتاشر سنة لكن احنا ما عندناش مشكلة في الفيديو ده هيبقى تحت التمنتاشر سنة عادي طيب مزيد من الخيارات لو انا عايز اعرض هنا لو بقى عايز هنا اعلان ترويجي مدفوع دي قصة تانية مش بتاعتنا دلوقتي العلامات اللي هي الكلمات المفتاحية اللي هي للقناة كنا شرحنا في فيديو فات في حاجة اسمها كلمات مفتاحية او كلمات دلالية للفيديو في كلمات دلالية للقناة كلمات القناة دي حاجة تانية كلمات الفيديو تبقى خاصة بالفيديو بس وطبعا زي ما قلنا فهيبقى فيه جزء يعني ممكن 3 اربع فيديوهات خاصة بالسيو هنشرح فيه الكلام دا بالتفصيل فما تستعجلوش ان شاء الله طيب اختيار اللغة بتاعت الفيديو ممكن تختارها من هنا طبعا دي اعدادات زي ما قلنا لو انت عملتها في الاعدادات التلقائية اللي في الاول هتبدأ انها تبقى متاحة بالنسبة لك هنا من غير ما انت تعملها خلاص انت بتعملها مرة واحدة وبتثبت معك هنا طيب بلا شهادة احنا قلنا برضو الكلام دا شرحناه لو عايز تحدد موقع للفيديو انا افضل ما تحددش موقع تمام وبعد كده هنا الترخيص بتسيبه عادي وبعد كده بس انت بتختار هنا المجال احنا عشان اختارنا اشخاص ومدوانات هو مختاره مباشرة فاي اعداد تلقائي بتعمله من علامة الستنج اللي موجودة هنا دي بيثبت معاك هنا في اي فيديو انت بترفعه عشان توفر وقت مش كل مرة تدخل كل البيانات الكتيرة دي تمام هنا بنحط الكلمات الدلالية وهنتعرف زي ما قلنا نعملها ازاي بشكل كويس بعد ما خلصنا بنضغط على التالي بيقولك اضافة بطاقة مش هنضيف بطاقة دلوقتي هنتعلم الكلام دا بعدين نضغط على التالي بيعمل تحقق بس يتأكد ان الفيديو دا تمام مفيش في مشكلة تمام بنضغط على التالي هنخلي الفيديو خاص احنا كنا اخترنا الفيديوهات كلها اللي احنا نرفعها انها تكون خاصة وبالتالي هو زبطها وممكن حاجة اسمها عرض اول دا هنتعرف عليه ان شاء الله برضو في فيديوهات جاية تمام بنضغط على حفظ كده الفيديو بتاعنا يعتبر خلاص موجود على القناة لو ضغطنا على المحتوى هنا هتلاقي ان الفيديو فعلا اترفع وموجود خاص قادر من هنا اغيره للحاجة اللي انا عايزها ممكن اخليه علني وممكن اخليه ضبط موعد وممكن اعمله كدولة كده احنا رفعنا الفيديو بتاعنا عن طريق اليوتيوب التطبيق من هنا وده رفعنا برضو عن طريق الجوجل كروم من هنا اعتقد كده الموضوع واضح اتمنى يكونوا استفدتم من الفيديو سؤالي في حلقة النهاردة هل ينفع تحط كلمات منفصلة في الوصف تحت الفيديو يعني انت تيجي هنا كده وتحت الفيديو في الوصف ينفع تحط كلمات منفصلة يعني تكتب هنا علامة اشتراك تكتب اشتراك تكتب كذا حاجة كده تحت بعض بالشكل ده كده هل ده مسموح في اليوتيوب ولا لا ياريت ترد عليها في التعليقات شكرا لكم مرة تانية كان معاكم احمد ممدوح نكمل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية السلام عليكم